أبدأ من دكتور سيد صقر دكتور سيد فهمنا كده بقى يعني ايه هو القرار اللي طلع ده عايزين نفهمه عبارة عن ايه بالزبط في البداية اوضح لحضرتك والسادة المشاهدين هو بيان ما هواش قرار البيان ده بيقول محتوى او مضمونه عايزين نفعل احكام القانون 91 سنة 2005 هو فيه فرق بين البيان والقرار اه حضرتك هو ده قرار ده لما يكون رئيس مصلحة قرار رئيس مصلحة او قرار معاني الوزير المالية ده قرار اللي خبالك بيزرع عنه عن وجهة نظره او يعني مش مستند لقانون او بيبقى خبالك يعني بيأتي بحاجة بجديد لكن البيان بيقول ان وفقا لأحكام القانون 91 سنة 2005 ان كل الناس اللي بتحقق اراد اللي بيشتغل في نشاط تجاري او صناعي او نشاط غير تجاري او نشاط مهني المفروض ان هم بيفتح ملف ضريبة عشان قطر يقنن وضعه ويمتسل لحكام القانون الضريبة على الداخل 91 سنة 2005 فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة اللي هيوصل حد التسجيل معايا لخمسمائة الف المفروض ان هو مطالب ان هو يحصل دكتور بقى ابو الراحة بقى عشان ايه انا افهم والسادة المشاهدين يفهموا مين اللي اكتر من خمسمائة الف البلوجرز واليتيوبرز واي حد بيمانس يشتغل في سلعة او في خدمة غير معفاه انا عندي جدول بيقول انا عندي 57 مجموعة سلعية وخدمية اللي مش هيلاقي نفسه الخدمة بتاعته او السلعة بتاعته مدرجة فيهم هو المطالب ان هو يتسجل في ضريبة قيمة مضافة يعني طب انا هعرف ازاي حضرتك يبص على البيان او الجدول المرافق لقانون ويشوف هل الخدمة والسلعة بتاعته اللي هو بيشتغل فيها دي مدرجة في الجدول او مدرجة في القايمة دي ولا لا غير مدرجة دكتور بياني الموضوع صعب علي هو في حد بيكسب ممكن من الموضوع ده 500 الف حضرتك لا حضرتك احنا بنتكلم في الملايين ما لاش دعب 500 الف خالص يعني الموضوع كمان رايح للملايين مش ال500 اللي انا عملالي صدمة يا فن الملايين وبالدولار لا لا ماشي بس لا اوضح لا 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 مش ما فيه معنا بقى بلوجرز تقول لنا طيب اكمل للمعلومة اكمل للمعلومة الضريبية عشان خاطر بس توصل لسهد المشاهدين فانا بقول مبدئيا اللي بيشتغل بيحقق اراد وبحقق ربح المفروض ان هو الارادة بيتساجل عنه في مصلحة الضريب المصرية كوفقا لحكام القانون 91 سنة 2005 ده النشاط ايا كان نشاط تجاري او صناعة او نشاط مهني او نشاط غير تجاري زي ما بنقول وصل بقى حضرتك اللي السلعة او الخدمة اللي بيشتغل فيها دي وصلت لحد تسجيل 500 الف فبيتسجل معايا في ضريبة الخدمة مضافة ودي ضريبة غير مباشرة هو بيحصل الضريبة وبيوردها نيابة عن المستهلك اللي بيتحملها متلق السلعة او مستخدم متلق السلعة او متلق الخدمة بيستد هو بيحصل منه كمية السلعة او الخدمة ومعاها الضريبة المستحقة عليها اللي هي 14% وبيوردها المصلحة في المعيد القانونية في الاقرار الشهري بتاعه